لكن هو نور روحي حقيقي مش بس نور مادة حقيقي لكن هو نور حقيقي هو نفسه مش نور بيشهد عنه مش نجم بيشهد عنه مش ملاك بيشهد عنه مش أجناد السماويات بتشهد عنه هو نفسه النور الحقيقي جاء يحنى ليشهد للنور لم يكن هو النور لم يكن هو النور بل ليشهد للنور مين هو النور الكلمة التي صارها جسدا هو النور الحقيقي وبيقول عنه الكتاب مش بس النور الحقيقي النور الحقيقي الذي ينير الإنسان مش اللي ينير الفضاء الفيزيكا المرئي لا لا ينير الإنسان من جواه الذي ينير كل إنسان خليني أقف عند النور والأشراق ده وأقول هو النور بيعمل إيه النور المعناوي ده النور الروحي الأبدي الذي هو المسيح نفسه اللي قال عن نفسه أنا هو نور العالم من يتبعني فلا يمشي في الظلمة النور ده يعني إيه أولت للمشاهدة بسرعة نور الحق نور المعرفة مش رفش الحقائق كده بقى في الظلمة وبقى مش فاهمها وعلى ضوء شمعة كده ومش عارف أقرأ ولو شفتها أبيض ويسود لأ ده الشمس أشرقد فقدر أرى حقيقة الأمور أراها عياناً بياناً بدون لبس أو عدم إيه اللي أنا كنت محتاج أشوفه وكل الرسل والأنبياء ما خلونيش أشوفه إيه اللي خلي إيه اللي كنت محتاج أشوفه وطول الوقت الأنوار اللي في السماء الشموع الصغيرة دي ما خلتنيش أراه جلياً أو أعرفه عن قرب نور معرفة الله ذاته نور معرفة نفسي على حقيقتها نور معرفة الطريق اللي بيني وبين رباني بس أهمهم رقم واحد نور معرفة الله ذاته في كرونسوس الثانية أصحاح أربعة بلوس بيشرح الحكاية دي في كلمات قليلة جداً لكنها تعبر عن الصورة جلياً بيكلم عن إظهار الحق وبعدين في عدد أربعة بيقول الذين فيهم إلى هذا الظهر قد أعمى أزهان غير المؤمنين لألا تضيء لهم إنارة تضيء إنارة إنجيل مجد المسيح الذي هو صورة الله لسنا نكرز بأنفسنا بل بالمسيح يسوع رباً بأنفسنا عبيداً لكم من أجل يسوع لأن الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة هو الذي أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح أشرق في قلوبنا نور روحي لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح بوليس دا أنت كنت فريسي ودرس العهد الأديم وحفظه من الجلدة للجلدة وبحسب النموس بلا لو بتعشر الشبس والذعنع وعملها دا مصبوط جداً لكن كنتش عارف كنتش عارف شكراً لكم